في هذه الفقرة عن الملتقى الجهوي للتأمينات المنظمة من طرف الشركة الوطنية لتأمينات S.A.A. ويحضر عنها السيد عبيد أبو بكر مكلف بالتسويق على مستوى المدرية الجهوية لولايتي بشار صبع الخير ومرحبا بك صبع الخير أخي الشام صبع الخير لكل متابعنا الكرام صحا مرحبا بك معنا طيب الحديث عن هذا الملتقى الجهوي للتأمينات فعالياته وما ميزه في هذه الطبعة الطبعة أخي الشام طبعة هذه أو الملتقى هذا جاء في إطار فعاليات قامت بها الشركة الوطنية للتأمين على مستوى كل مديريتها الجهوية على مستوى الوطني والآن ندور للمديرية الجهوية بشار أين نظمت الشركة الوطنية التأمين بمديريتها في بشار فعاليات ليومين اليوم الأول كان تميز به تدشين وكالة بني والنيف كالة عصرية حديثة ورقمية دشنها أشرف على تدشينها وليوليت بشار بالإضافة إلى الطاقم المرافق له ورسيد الرئيس المدير العامي الشركة كذلك في اليوم الثاني شهد فعاليات الملتقى الذي كان ملتقى خاص على غرار الملتقى في باقي القطاعات الجهوية الملتقى الجهوية هذا كان بعنوان الأخطار ناشئة عن الكوارث الطبيعية والتأمينات الفلاحية من بين الدوافع اللي خلات المؤسسة أنها تنظمها هي أنه دائما يدخل في إطار استراتيجية المؤسسة لشركة وطنية تميلا إسعافي تبنيها لنشر الثقافة التأمينية على مستوى الأفراد أو على مستوى المؤسسات الوطنية والعمومية وكذلك من أهداف هذا الملتقى أنها دائما المؤسسة تحاول أنها تتقرب من المتعاملين الاقتصاديين إلى الجهويين وتقديم أفضل المنتجات والبدائل والحلول التأمينية نعم أخ أبو بكر نشوفنا هذا ربما المختصر المفيد لفعاليات الملتقى نتحدث عن المشاركات وأهم المحطات التي شهدها الملتقى بالنسبة للملتقى طبعا من عنوان تاعه أنه قسمناه إلى محورين المحور الأول كان حول الأخطار ناشئان الكوارث الطبيعية والمحور الثاني كان بالنسبة للتأمينات الفلاحية نحن حاولنا أن نصلط الضوء على ضرورة وتفعيل إجبارية التأمين على الكوارث الطبيعية وتصلط الضوء على أهم الضمانات التي تغطيها هذه التأمينات في حال حدوث أخطار خاصة وأنه شاهدنا في أنه عام 2023 كان عام مليء بالكوارث الطبيعية ما شاهدنا في ليبيا والكثير من الدول الأوروبية أنه كيف شكلت الأخطار الطبيعية هاجس وأضرار كبيرة على الممتلكات العمومية والممتلكات الخاصة كذلك تكلمنا عن أخطار التأمينات الفلاحية خاصة أن المنطقة ومنطقة بشار والجنوب الغربي هي منطقة فلاحية بامتناز وبامسياز وحاولنا أن نستقطب أهم الفاعلين في القطاع الفلاحي حتى نوصل رسالة ونشر الثقافة التأمينية ومحاولة إشراك الفاعلين في المجال الفلاحي والفلاحي بصفة عامة كذلك الملتقى هذا يدخل في إطار الاحتفال بستينية المؤسسة وإنشاء المؤسسة التي عندها الآن من العطاء والنشاط ستين سنة وما شهده الملتقى هذا أنه مشاركة كبيرة من قطاع الفاعلين الاقتصاديين حيث حضر أكثر من 150 فاعل اقتصادي ومتعامل اقتصادي في الملتقى وهو ما لم يكن متوقع وبالنسبة للمحاول الأخرى أنه كانت العديد منها التدخلات كانت التدخل الأول لتدخل رئيس المدير العام لأننا تحدث عن سوق التأمين في الجزائي بصفة عامة والمداخلة الثانية التي تكلمت عنها ما هي الحول والتي يمكن أن تقدمها الشركة للمتعاملين ولي الفلاحين في مجال التأمين وما هي أفضل الضمانات التي يمكن أن تقدمها وأهم الخدمات التي تقدمها المؤسسة الجديد في آليات التأمين والاستفادة من هذا الأخير الجديد هو أن المؤسسة دائما أنها دائما تحاول أنها تواكب رقمنا وأنه وضعت تحدي وهو تحدي رقمنت نشاطاتها على المستوى سواء على مستوى اكتتاب عقود التأمين أو على مستوى التصريح بالتعويضات الآن المؤسسة وهي رائدة في مجال التأمين وهي المؤسسة الأولى وطنية في مجال التأمين والتي لها حصة الأسد في السوق الاقتصادي الآن يمكن للزبائن أنهم يستفدوا من التصريح أو الخبرة عن بعد وهو أمر جديد وأمر يستفيد منه الكثير من الزبائن خاصة أن المنطقة هذه تشهد بعد المسافات فالآن مثلا يمكن للزبون أنه في حالة وقوع وقوع درر أو درر للمنتلكات مثلا أو للسيارات يمكن أن الزبون يتقدم إلى أقرب نقطة للمؤسسة أو أقرب نقطة بها أو أقرب وكالة وأنه الوكيل أو العامل على مستوى الوكالة أنه يقوم بالتصريح الحادث عن بعد ويرسل عبر بلاتفورم طابلات يرسل التقرير إلى الخبير والخبير في حدته يقوم بمعالجة الأضرار عن بعد ويرجع التقرير الخبرة إلى الوكالة ومن بعدها يحصل تعويض مباشرة التقرير يكون نصا وصورة بطبيعة الحال يكون تقريرا عن طريق صور عن طريق طابلات وطابلات هذه أو التطبيق هذا هو تطبيق مؤمن ويسهل في التسريع بعمليات التعويض وتصل مدة التعويض إلى في اليوم ذاته يمكن تستحيق في اليوم والتعويض يكون في نفس اليوم صرف تعويض يعني تستطيع هنا صرف تعويض نعم مبالغ التعويض خاصة بالنسبة للتعويضات التي لا تحتاج إلى خبرة معمقة تعويضات الأخطار البسيطة فهذه أمر إجابي وإن شاء الله المؤسسة عندها استراتيجية كما قال الرئيس المدير العام أنه نسع إلى صفر ورقة وهذا تحدي كبير إن شاء الله نتطلع إلى لا إساءة طيب بين الأمور الملاحظة من خلال نشاطكم اليومي وعدائكم ميدانياً ليست التأمين على السيارات وحدها فقط من توفره هذه الخدمة التي توفرها SAA لكن فيه أصناف أخرى من التأمينات التي قد لا نسمع بها أو لا نهتم بها طبعاً هذا يدخل في الثقافة التأمينية لدى المجتمع الزائري ولا ممكن حتى على المستوى العالمي أن ثقافة التأمين هي ثقافة دائماً متدنية ونتحدث عنها إلا عند وقوع الأخطار فالآن حتى يمكن تسهيل هذه التعاملات التأمينية مثلاً توجد منصات مثلاً شركة وطنية التأمين تقدر أنك تكتتيب عقد تأمين مثلاً للمنزل عن بعد مثلاً الآن تستطيع أن تحمل طابلات وتدير تأمين للمنزل تاعك تأمين على مختلف أخطار منزلية فتأمن منزل تاعك وحتى المبلغ حتى المبلغ هو مبلغ بسيط جداً دائماً تحدي لدى كل مؤسسة التأمين هو تحدي في الثقافة التأمينية والعقلية لدى الفرد فهذا يدخل ضمن أنه لازم يكون مجهود فقط لمؤسسة وحدة فهي يدخل في إطار جميع المؤسسة التأمين أنها تسعى من خلال الملتقية هذه ومن خلال الحملات التحسيسية ومن خلال الحملات التوعية أنها تنشر الثقافة التأمينية وخاصة أن القطاع التأمين هو قطاع فعال طيب كيف يتم ذلك هل هناك قنوات خاصة هناك أرضية رقمية خاصة يستطيع المواطن الولوج إليها والقيام بهذه العملية هناك دفع بعدي يعني بعدي عفوا دفع إلكتروني طبيعة الحال ماذا بينا نوضح هذا الآلية مثلا الآن تدخل للموقع الشركة S-A-B-1DZ فتتبع التوجيهات وتكتبع عقد تأمين عن بعد عقد تأمين لمختلف الأخطار المنزلية عن بعد وتدفع عن بعد فالأمر لا يحتاج أنك تنتقل إلى الوكالة أو أنك تنتقل باكين حسنية وكين تسهيلة الاختفاع يكون بشكل رقمي بشكل رقمي عن طريق الدفع بطاقة الدهبية أو بطاقة بنكية وبشكل بسيط أو بشكل عادي قلت لك دائما أنه إشكال إشكال في الثقافة لدى الفرض الجزائري وإن شاء الله من هذه المنصات أنه نحاول أنه نرسل هذه الرسالة أنه لازم 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 نسعى أنه الأقل لكل فرد أنه يأمن لمزل تاعها يأمن لمزل تاعها كما يؤمن السيارة كما يؤمن السيارة تاعها والأمر هو أنه إشكالت أنها غير ليس إجباري ليس إجباري ولكن عندها فوائد وعندها طيب نقطة مهمة هنا سيد عبيد بوبكر ماذا عن التحقق من الوثائق الأصلية من خلال هذه العملية الرقمية وشيء الآلي المستعمل هنا في بداية عقد تأمين هو عقد حسنية نعم فبالتالي كل المعاملات التي تتعاملها الشركات تأمين مع زبائنية في بداية هي عقود عن حسنية فبالتالي ما يشارط الكثير من الوثائق يكفي أنك تملئ المعلومات الخاصة بك معلومات حول المنزل وقيمة المنزل كذلك وتكتسب العقد ومن بعدها يمكن أن بمبادرة من المؤسسة أنها تقوم بممكن أنها تطلب معينة أو أن الخبير يمكن أن تقلئ المنزل في حالة وقوع وقوع الضرر وحتى في حالة وقوع الضرر الخبراء المؤتمدين لدى الشركة ما عندهم بخبراتهم يعرف أن هذا المنزل أو أن ممتلكات هذه كانت ضائعة من قبل أو لم يكن ضائعة من قبل فالأمر تقني وعندها مختصين في هذا المجال طيب جميل سيد عبد أبو بكر في ختم هذا اللقاء بمختصر مفيد ما كانت أو مخرجات هذا الملتقة مخرجات الملتقة هو أنه إن شاء الله الأمر لأنه الملتقة هذا كان ناجح الحمد لله بمتياز فالنجاح فالشركة الوطنية برمجت أنها إن شاء الله في بداية 2018 قد يتعامل مع المؤسسة الجامعة يعني أنه كان طالب من الحضور وخلال النقاش أنه لازم أنه للشركة أنها تتعقد أيام تكوينها مع الجامعة من خلال عقد عقد ملتقايات أخرى متخصصة في التكوين وفي التقنيات موجهة إلى الطلب الجامعيين وكذلك تأزيز العمل مع المتعاملين الفلاحين مع المتعاملين المتعاملين في قطاع الفلاحي يعني كذلك كان من بين حضور رئيس الغرفة الفلاحية ومدير الفلاحة فطلبوا أنه أنه الأمر لازم يزيد وتوسع الشراكة يزيد وتوسع وإن شاء الله في 2014 سيشهد تعزيز العمل وتهزيز نشر الثقة في التعاملين لدى الفلاحين نعم نشكر كثيرا حضور سيد عبيد أبو بكر تبعكم توفيق إن شاء الله إن شاء الله أنتم كذلك عام سعيد وكل عام وتم بخير إن شاء الله شكرا من هذا من براء لا أنسى أنه نشكر سيد ولولاي أنه ساهم في إنجاح المنتقى وهذه الفعاليات ونشكر بذلك تلفزة جزائرية التي كانت حاضرة وحدها بقوة شكرا أخي هشام شكرا مشاهدين الفاضل في كل مكان برنامو الصباح الجزائر لا زال معكم على المباشر لغاية العاشرة صباحا بحول الله من شبكة قنوات التلفزيون الجزائري صباح الخير للملتحقين بنا في هذه اللحظة ترجمة نانسي قنقر